اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا كان حول أسماء الله سبحانه وتعالى وكنا في حديث عن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام حيث بين الإمام أن الله سبحانه وتعالى كان من الأزل ولم تكن تلك الأسماء موجودة وإنما خلقها سبحانه وتعالى لطفا بالعباد لحاجة الناس لأن يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وبعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين البرهان العقلي على أن الأسماء إنما خلقها الله سبحانه وتعالى وليست هي قديمة كما كان يتوهمه البعض وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول الإمام عليه الصلاة والسلام والأسماء والصفات مخلوقات والمعاني والمعني بها هو الله الذي لا يليق به الاختلاف ولا الاعتلاف هذه الأسماء التي نحن ندعو الله سبحانه وتعالى بها كالخالق والرازق مثلا والرحمن والرحيم وما إلى ذلك هل هذه الأصوات التي تخرج من أفواهنا هي الله سبحانه وتعالى كلا هذه الأصوات التي تخرج من أفواهنا إنما هي أمواج صوتية تقطيعات الهواء يخرج من رئة الإنسان ثم بواسطة الفم الحلق واللسان يقطع هذا الهواء بشكل أمواج ولكل موجة نبرة خاصة وصوت خاص لذلك نحن نميز بين الحروف هل الله سبحانه وتعالى متحد مع هذه الكتابات التي نكتبها يعني أنت تكتب خالف لام قاف هذه الكتابة ليست هي الله سبحانه وتعالى وإنما هي مداد هذا المداد نقش بطريقة خاصة فإذن هذه الأسماء هي مخلوقات وتدل هذه الأسماء على معاني لأن اللافظ إما مستعمل وإما مهمل المستعمل يعني واضع اللغة سواء بالوضع التعيني أو التعيني وضع تلك اللفظة على ذلك المعنى وذلك المعنى هو الصورة التي تنتقش في ذهنك وهي تشير إلى أمر خارجي يعني مثلا حينما يولد مولود يسميه أبوه زيدا مثلا هذا زيد بالتلفظ أو حينما يكتب هذه ألفاظ أو كتابات حينما أنت تستمع إليها تدل على معاني تتصور معنى زيد هذا المعنى الذي هو في ذهنك ليس هو زيد وإنما يشير إلى حقيقة خارجية موجودة في الخارج إذن حينما نحن نقول الله هذا اللفظ الذي خرج من فمنا أو نقول الخالق الرازق هذا اللفظ يشير إلى معنى يعني حينما تلفظت أنا هذه الألفاظ أنتقش في أذهانكم معنى هل ذلك المعنى الذي هو في أذهانكم هو ذات الله سبحانه وتعالى كلا لأن الله سبحانه وتعالى ليس منحصرا في أذهان المخلوقات وما في ذهنك لم يكن موجودا ثم هو الآن في ذهنك ثم يفنى حينما تغفل عنه والله سبحانه وتعالى أجل من ذلك فإذن هذا المعنى الذي هو في ذهنك ليس هو تلك الحقيقة وإنما يشير إليها إشارة والإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع يبين هذه الحقيقة يقول والأسماء والصفات مخلوقات والمعاني هذا من اللف والنشر المرتب يعني الأسماء مخلوقات وهذه الأسماء تدل على صفات تلك الصفات هي معاني هذه المعاني تشير إلى الذات المقدسة والمعني بها يعني بهذه المعاني هو الله سبحانه وتعالى إذن لا يمكن أن تقول بأن هذه الأسماء متحدة مع الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الإمام يبين الدليل العقلي على ذلك أنت تقول هذه الأسماء متحدة مع الله إما تريد أن الله سبحانه وتعالى مركب من هذه الأسماء ومعنى ذلك أن يكون محتاجا إلى أجزائه لأن كل مركب لا يتحقق إلا بالأجزاء يعني مثلا جسم الإنسان كيف هذا الجسم تحقق إنما تحقق بالأجزاء يعني الأجزاء اجتمعت بكيفية خاصة كونت هذا الجسم ولذلك جسم الإنسان هذا المركب يحتاج إلى تلك الأجزاء لو لا تلك الأجزاء لم يكن نحن الآن نحتاج إلى أعضائنا لو لا هذه الأعضاء لم نكن هل الله سبحانه وتعالى مركب من هذه الأجزاء كلا لأنه لو كان مركب من هذه الأسماء لحتاج إليها كاحتياج الكل إلى أجزائه وكاحتياج المركب إلى ما يتركب منه والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج لا يحتاج إلى شيء لذا الإمام يقول الذي لا يليق به الإختلاف ولا الإئتلاف الإختلاف ولا الإئتلاف يعني أجزاء مختلفة هذه الأجزاء المختلفة تتألف فيما بينها فتشكل المركب وإنما يختلف ويأتلف المتجزئ يعني ذو الأجزاء الشيء الذي هو ذو أجزاء يختلف يعني أجزاء مختلفة تتألف فيما بينها وتجتمع وتشكل ذلك المركب فلا يقال الله مؤتلف ولا الله قليل ولا كثير هذه أيضا نقطة أخرى الجسم يوصف بالقلة والكثرة يعني نحن نقول أن هذا الإنسان طويل أو هذا الإنسان قصير أو هذه الكرة كبيرة أو هذه الكرة صغيرة وهكذا الأشياء قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة قليلة كثيرة هل يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالقليل أو بالكثير كلا لماذا لأن القلة معناها الأجزاء القليلة الكثرة معناها الأجزاء الكثيرة يعني مثلا هذا الإنسان أطول من ذلك الإنسان ما هو السبب في زيادة طول هذا على ذاك السبب في ذلك الكثرة يعني أجزاؤه أكثر هذا أجزاؤه أقل حينما نقول أن الكرة الأرضية أكبر من القمر مثلا معنا ذلك أن الكرة الأرضية فيها أجزاء أكثر من أجزاء القمر وهذا في الأجسام أما الله سبحانه وتعالى فليس بجسم فلا يمكن أن يوصف بقلة أو بكثرة بل سيأتي أيضا حديث في تفسير معنى قولنا الله أكبر هل معنى الله أكبر يعني نقيسه بما سواه فهذه الأشياء مثلا صغيرة متر متريان ثلاث أمتار والله سبحانه وتعالى أكبر منها بمعنى أنه مثلا أطول منها بمعنى أنه مثلا حجمه أكبر كلا هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى لأن الكبر بهذا المعنى من صفات الأجسام كلما كثرت أجزاؤه صار أكبر من الذي هو أجزاؤه أقل ولذا في تفسير هذه الكلمة التي وردت في القرآن وفي الروايات وهي شعار المسلمين الله أكبر يعني الله أكبر من أن يوصف لا يمكنك أن تصل إلى كنه ذات الله سبحانه وتعالى لا يمكنك أن تصف الله سبحانه وتعالى فليس معنى ذلك أنه هو جسم أو شيء طويل أو كبير مقابل الأشياء الصغيرة لا تقاس الأشياء به الآية الشريفة تقول ليس كمثله شيء الأشياء توصف بال صغر والكبر والله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذا المعنى وإنما المعنى شيء آخر وهو أنه أكبر من أن يوصف وحينما نصل إلى هذا الحديث سنشرحه سنشرحه بشرح أبسط إذن الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول ولا الله قليل ولا كثير ولكنه القديم في ذاته هذا الاستدلال العقلي على هذا الأمر الله قديم بأي معنى قديم يعني أزلي ليست له بداية كل الأشياء سوى الله سبحانه وتعالى لم تكن ثم كانت نحن لم نكن ثم كنا السماوات والأرض لم تكن ثم كانت فهي ليست بقديم لأن لها بداية الله سبحانه وتعالى ليست له بداية فلا يصح أن نقول إنه لم يكن ثم كان بل هو أزلي وجوده ليست له بداية هو الأول والآخر إلى آخر الآية الشريفة فإذا الله سبحانه وتعالى كان هو الأول الأزلي الذي لا بداية له هذا معناه أن وجوده ضروري بحيث يستحيل عليه العدم الشيء الذي وجوده ضروري لا يحتاج إلى غيره لأنه لو احتاج إلى غيره لم يكن وجوده ضروريا بل يحتاج إلى أن ذلك الغير يفيض إليه الوجود أو يكون وجوده تابع لوجود ذلك الشيء وهذا برهان قد فصلناه فيما مضى في دليل أن الله سبحانه وتعالى قديم ولا قديمة سواه وأن ذكرنا هناك لا بأس بالتكرار لأنه لعل البعض لم يشاهد تلك البرامج الضرورة العقل حاكمة بأنه لا يمكن أن يوجد أشيء من العدم بدون علة زين نحن نرى هذا العالم قطعا هذا العالم موجود وهذا أيضا من الأمور البديهية فإذن نحن بين خيارين إما أن نقول أن هذا العالم وجد في صدفة كان هناك عدم مطلق ثم صدفة وجد هذا العالم أو المادة الأولية التي تكون منها هذا العالم وهذا باطل ببديهة العقل العقل يدرك يدرك أنه لا يمكن أن يوجد الشيء المعدوم بدون سبب فجأة يوجد شيء بدون أن يكون هناك سبب وحتى الماديين حينما يرون شيئا يبحثون عن سبب تكون ذلك الشيء فهذا بضرورة العقل فلا يمكن أن يوجد هذا العالم صدفة فأنت بعد ذلك أمام خيارين إما أن تقول أن العالم هذا العالم قديم ليست له بداية أو تقول بأن هذا العالم خلقه خالق ذلك الخالق ليست له بداية وإنما هو أزلي وأبدي أن تقول أن هذا العالم قديم هذا أيضا البرهان العقل يبطله لماذا أو يبطله لماذا لأن هذا العالم متغير وهذا التغير دليل على أنه ليس بقديم لماذا لأنه لو كان قديما كان ضروري الوجود فتكون صفاته أيضا ضرورية إذا كانت صفاته ضرورية معنى ذلك عدم طروء التغير عليه لأن التغير معنى معنى زوال حالة والانتقال إلى حالة أخرى إذا هو قديم لازم موجود يكون ضروري لازم صفاته الذاتية تكون ضرورية التغير معنى يعني أنها ليست بضرورية لأنها تغيرت وإذا كان ضروري معنى ذلك أنه يستحيل عليه العدم والزوال وهذا البرهان كما ذكرنا فصلناه سابقا فلا يمكن أن يكون هذا العالم قديما فلابد بضرورة العقل أن يكون هناك خالق أوجده فذلك الخالق إذا كان قديما يثبت المطلوب ولا يتعارض مع البديهة العقلية ذلك الخالق قديم ولا يتغير إطلاقا لذا الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يقول ولكنه القديم في ذاته زين إذا كان لا يتغير وقديم معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى شيء لأن الاحتياج يتنافى مع ضرورة الوجود الاحتياج معناه أنه فاقد لشيء وغيره ينبغي أن يعطيه ذلك الشيء الذي هو فاقده زين إذا هو كان مركب معنى ذلك أنه يحتاج إلى أجزائه هو في مرتبة ذاته فاقد للوجود ويحتاج إلى أجزائه إذا كان محتاج إلى أجزائه لا يكون قديما لأنه كما ذكرنا القديم ضروري الوجود ضروري صفات الذات معنى ذلك أنه لا يتغير في ذاته حتى يحتاج إلى شيء ذلك الاحتياج معنى أنه يتغير في ذاته أو في صفاته الذاتية لذا الإمام يقول ولكنه القديم في ذاته ليش لأن ما سوى الواحد يعني الواحد الحقيقي متجزئ سواء بأجزاء خارجية أو أجزاء عقلية إذا كان متجزئ بتجزئ فهو ليس بواحد لأنه له أجزاء وهو يحتاج إلى تلك الأجزاء والله واحد لا متجزئ لأنه لا يحتاج إلى شيء فإذن لا يحتاج إلى تلك الأجزاء سواء الأجزاء الخارجية أو الأجزاء العقلية يعني أنت كل شيء تشوفه من الأجسام له وجود وله ما هي هذا بالتحليل العقلي له وجود سواء وجود خارجي أو وجود في ذهنك وله ما هي اللي هي حدود الوجود يعني هذا الكتاب موجود وهذا الميكروفون موجود ما هو الفرق بين هذا الكتاب وهذا الميكروفون الفرق في الماهية يعني حدود الوجود هذا وجوده بطريقة وذلك بوجوده بطريقة أخرى هذه الحدود يعبر عنها بالما هي أو حقيقة الشيء حدود الوجود زين كل شيء مركب من وجود وما هي هذا بالتحليل العقلي وإلا في الخارج الشيء الذي نراه هو وجود فقط بناء على أصالة الوجود أو هو ما هي فقط بناء على أصالة الماهية والشيء الآخر منتزع عنه يعني أنت ترى هذا الوجود بحدوده تنتزع منه الماهية الخاصة وهذا ما بين في علم المنطق والحكمة بتفصيل هذه أجزاء عقلية يعني عقلك يحلل الشيء إلى وجود وإلى ما هي هل الله سبحانه وتعالى العقل يحلله إلى وجود وما هي بهذا المعنى بأن يكون للوجود حدود كلا لماذا لأنه التركب يلازم الاحتياج حتى إذا كان تركبا عقليا والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج وليس بالجسم حتى نقول بأنه مثلا جسم طويل والجسم الطويل ذو أجزاء لأن كل جسم ذو أجزاء لذا الإمام يقول ولا متوهم بالقلة والكثرة وكل متجدد متجزئ متجزئ خارجا يعني بوجوده الخارجي أو متوهم بالقلة والكثرة يعني متجزئ بالأجزاء العقلية فهو مخلوق دال على خالقه لأنه إذا كان مخلوق لا يمكن أن يوجد صدفة ببداهة العقل فلابد له من موجد وخالق وخالق فأنت الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقول إنه متجزئ لأنه لو كان متجزئ كان مخلوقا واحتاج إلى خالق سبحانه وتعالى عن ذلك فننقل الكلام إلى ذلك الخالق وهكذا يتسلسل والتسلسل باطل لا بد لابد أن يقف نقطة أن يكون هناك خالق ليس بمخلوق وهو الله سبحانه وتعالى يقول دال على خالق له فإذن الإمام عليه الصلاة والسلام أجاب عن السؤال الأول للسائل بعد ذلك ينتقل الإمام إلى جواب عن السؤال الثاني لأن السائل قال أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه وأسماءه وصفاته هو هي أم لا فالإمام عليه الصلاة والسلام أجاب على سؤاله أن الأسماء هي غير الله سبحانه وتعالى هي غير الله وإنما خلقها الله لحاجة الخلق ثم بعد ذلك الإمام ينتقل إلى الجواب عن المقطع الثاني من سؤال السائل المقطع الثاني أنت تصف الله سبحانه وتعالى تقول الله عالم الله قادر ما هو المراد من هذا الوصف هل هذه الأوصاف أمور متوهمة وأمور حقيقية الجواب ليست أمور متوهمة أمور حقيقية إذا كانت أمور حقيقية فهل بينها وبين الله تغاير كتغايرنا مع صفاتنا يعني إحنا الآن الواحد من عدنا إذا كان عالم وهذا عندما خرج من بطن أمه لم يكن عالما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم بعد ذلك عرض عليه العلم ويمكن في يوم من الأيام أن ينسى ذلك العلم وكذلك القدرة كل واحد مننا لم يكن قادرا ثم حصلت له القوة والقدرة وإن بحدود وبعد ذلك ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة بعد ذلك يصاب بخوار في قواه حينما يشيب وكلما شاب أكثر ثم يرده إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا كلما شاب أكثر خارت قواه أكثر هل الوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية أن العلم عرض له أو صفة زائدة عن ذاته يعني تغير ذاته الجواب كلا صفات الله سبحانه وتعالى هي على نوعين النوع الأول صفة الذات والنوع الثاني صفة الفعل صفة الذات معناها أن الذات متصفة بهذه الصفة أزلا لا بمعنى مغايرة الذات مع تلك الصفة بل إن الصفة عين الذات ليس هناك تركب لأن الله ليس كمثله شيء سائر الأشياء صفاتها مركبة مع ذاتها لكن الله سبحانه وتعالى صفاته الذاتية ليست مركبة مع ذاته بل صفاته الذاتية هي عين ذاته بمعنى أنه الوجود الخارجي لله سبحانه وتعالى هذا الوجود هو علم هو قدرة هو حياة ليست صفات عارض على ذاته هذا الوجود بسيط ونحن حينما نجد أن هذه الذات لها القدرة ننتزع منها القدرة لها العلم ننتزع صفة العلم لها الحياة ننتزع منها صفة الحياة حينما نحن نتصور نتصور أشياء متغايرة لأن المعاني والمفاهيم متغايرة معنى العلم غير معنى القدرة في أذهاننا لكن الشيء الذي في ذهننا ليس هو الله سبحانه وتعالى وليست هي صفة الله وإنما تشير إلى ذات الله وتشير إلى صفة الله سبحانه وتعالى فنفس الذات هي علم نفس الذات هي قدرة نفس الذات هي حياة إلى آخر صفات الذات فالإمام عليه الصلاة والسلام حينما يقول في هذا الكلام هل أنت يمكن أن تتعقل حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى كلا وكما ذكرنا في بعض الحلقات الماضية أن حقائق الماديات عندنا مجهولة ما هي حقيقة المادة ما هي حقيقة النور ما هي حقيقة هذه الأشياء نحن نعرف هذه الأشياء عن طريق آثارها أما حقيقتها مجهولة لدينا حقيقة الأشياء إذا حقيقة الأشياء المادية هي مجهولة لدينا وإنما نعرفها بآثارها أو بإحساسها فحقيقة الله التي هي ليست من جنس المادة أخفى علينا فنحن العقل يدلنا على وجود الله لكن ما هي حقيقته لا ندري يدلنا عقلنا على أن الله حي على أنه قادر على أنه عالم لكن ما معنى العلم فيه ما معنى القدرة فيه ما معنى الحياة فيه المعنى الحقيقي وكنه معنى علمه وقدرته وحياته مجهولة لدينا وإنما المقدار الذي نتعقله من تلك الصفات السلوب بمعنى أنه حينما يقال أن الله عالم المقدار الذي نحن نتعقله أنه ليس بجاهل حينما يقال أن الله قادر يعني ليس بعاجز حينما يقال أن الله حي يعني ليس بميت أما حقيقة حياته حقيقة علمه حقيقة قدرته وسائر صفات ذاته مجهولة لدينا لماذا؟ لأنه سعة معلوماتنا لا يمكن أن تصل إلى كنه ذات الله وهذه الصفات هي عين ذات الله فلذلك لا يمكن أن نصل إلى كنه وحقيقة هذه الصفات فإن الله سبحانه وتعالى يتعالى في كل شيء إذا الإمام يقول قولك إن الله قدير خبرت أنه لا يعجزه شيء الله له القدرة لكن ما هي حقيقة قدرته لا ندري ولكن المقدار الذي نتعقل أنه لا يعجزه شيء فنفيت بالكلمة يعني بقولك قادر العجز وجعلت العجز السواه العجز في بقية الموجودات وكذلك قولك عالم إنما نفيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل سواه تقول عالم ما هي حقيقة علمه لا ندري ولكن المقدار الذي نتعقل أنه ليس بجاهل وإنما الجاهل سوى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أنه الأسماء مخلوقة الأسماء هذه الأسماء التي نتلفظها أو نكتبها فحينما يفن الله سبحانه وتعالى كل الأشياء كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قبل يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يفني كل شيء يعني تعدم كل الأشياء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعيد المعدومات وأما ما يقال من أنه إعادة المعدوم محال عقلا فقد بينا في بعض بحوثنا أن هذا الكلام ليس بصحيح وإنما إعادة المعدوم ممكن فبعض الفلاسفة والمتكلمين يقولون بأنه الأشياء لا تعدم لأنه إذا عدمت يستحيل إرجاعها وإنما إذا خلق يخلق شيء جديد غير تلك الأشياء التي أعدمت يعني فنيت نهائيا ولكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قادر على إفناء كل الأشياء بمعنى إعدامها أن تكون عدم محظ وتفقد الوجود نهائيا ثم بعد ذلك يعيد الأشياء للحاشر حينما الله سبحانه وتعالى يفني كل شيء هذه الأسماء هم تفنى لأن هذه الأسماء إذا هي ألفاظ فالهواء والأمواج الصوتية كلها تفنى إذا هي كتابات كل الكتابات تفنى إذا هي تصورات في الذهن كل التصورات الذهنية تفنى فهذه الأسماء أيضا تفنى لأنها مخلوقات وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى في الحاشر يعيد الأشياء كما يشاء لذا الإمام يقول وإذا أفنى الله الأشياء في يوم القيامة أفنى الصورة والهجاء والتقطيع الصورة الكتابية الهجاء انتلفظ هذه الألفاظ وتقطيعها لأنه هي مقاطع كلها تفنى الأسماء أيضا تفنى ويبقى الله سبحانه وتعالى ولا يزال من لم يزال عالم إن حينما الله سبحانه وتعالى يفني الأشياء ليس معنى ذلك أنه علم الله يتبدل لا علم الله لا حدود له وهو عين ذاته ولا يتبدل يعني الأشياء ليست بموجودة لكن الله سبحانه وتعالى عالم بها كما أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الأشياء كان عالما بالأشياء إذ لا معلوم والأشياء لم تكن موجودة عالم إذ لا معلوم ثم خلق الأشياء وهو عالم بها لم يتغير علمه ثم لما يفني الأشياء ومنها الأسماء هو يبقى عالما بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم المعرفة التامة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللّه يا اللّه اللّه يا اللّه اللّه يا اللّه اشتركوا في القناة